سبعت المشتبه بهم بارتكابهم جرائم حرب مهما كان المنصب الذي شغلوه لحظة الوقائع لأن خالد نصار ليس وحده فالجميع يجب أن يعلم أن هناك مجرمين آخرين أمثال ريفا مالك، أمثال علي هارون وكل من شارك في المجلس الأعلى للدولة عن ذلك فإذا كان خالد نصار ينفي هذه التهم فنقول له نحن هنا من الجزائر وأبناء الجزائر ومن ولايته ومن أبناء ولاية باتنا نقول له من المسؤول العسكر الأول عن مقتل حوالي 500 ألف جزائري إذا كنت تقول بأن الجماعات المسلحة هي التي قتلت 500 ألف إذن كانت ليس هناك دولة وليس هناك جيش وليس هناك عسكر وليس هناك وزر الدفاع فالذين جاءوا بعد الانقلاف على إرادة الشعب من هم الذين فتحوا المحتشدات خالد نصار؟ أليس العسكر؟ هو الذي كان يحرص المحتشدات؟ أليس العسكر؟ تحت وزارتك أنت من سجنت واعتقلت بغير ذنب 25 ألف جزائري من وراء اختطاف أكثر من 20 ألف جزائري في حالة الطوارئ أثناء حالة الطوارئ التي كان يسيرها العسكر لقد كنت وزيرا للدفاع وكنت المسؤول الأول في البلاد وأنت الذي اعترفت في كتبك وتصريحاتك للقنوات بأنك فعلت ذلك لإنقاذ الجزائر ها هي نتيجة إنقاذ الجزائر عشرات الألاف من العائلات شرتها في الداخل والخارج الألاف من الأمهات تركت أكبادهن تحترق بسبب فقدان أب أو زوج أو ابن مفقود أليس هذا إجرام خالف نظار؟ أليس هذه جرائم حرب؟ يجب أن تحسب عليها نحن مع محاكمة هذا المجرم سواء في الداخل أو في الخارج والحمد لله نحن نتكلم هنا من الداخل من ولايتك وندعو كل المتضررين في الخارج من سياسة هذا الرجل خاصة الذين في الخارج أن يسارعوا لرفع قضايا في كل أوروبا في بلجيكا في إيطاليا في ألمانيا في لندن في أمريكا في كندا وما أكثر أبناء الشعب وأبناء جبل إسامينقاذ في الخارج وهذا ما قاله بن ديك محامي منظمة ريال مما قاله المحامي بالحرف الواحد في حصتكم قبل قليل أن كل واحد من الجزائريين المتضررين من سياسة هذا الرجل يستطيع أن يرفع قضية بخارج نظار فعلى أهالي المختطفين وأهالي أو المعتقلين ومعتقل الصحراء وأصحاب المحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية أن يسارعوا إلى رفع قضايا بهذا الجنرال المجرم ليس طمعا في التعويض كما يروج لذلك عميل النظام قسنطيني الذي يدافع عن المجرمين ولا يستحي من أنه يمثل حقوق الإنسان في الجزائر ولكن ليعلم أحنا هذا العمل نعمله ليعلم كل مجرم وكل ظالم في الجزائر أنه لن يذهب بعيدا وقد قال وقد جاء ذلك من القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس أين القذافي؟ أين مبارك وأبناء ثراعينة مصر؟ أين بن علي؟ فهؤلاء الآن يجب على الجزائريين أنا أقول أن هذه بشرى وانتصار الجزائر هناك من يقول أن هذا انتصار الجبل إسامين قاد أنا أقول لا لأن الجبهة تمثل الشعب والجبهة يمثلها أبناء الشعب المظلومون كل المظلومون وأغلب المظلومون من أنصار جبهة إسامين قاد فهذا الانتصار هو بداية الرسالة وبداية الأمل للشعب الجزائري الذي أدعوه أن يلتف حول الجبهة وحول قيادة الجبهة الإسلامية الإنقاف وأن لا يتوقف عند هذا بل يجب أن يستمر فهذا الأمر قد كشف هذا النظام وقشف إسلام هذا النظام المتبقين فعلى الشعب أن يستعد للتغيير أن يستعد للتحرك في هذا الدخول الاجتماعي ليزلزل الأقدام من تحت هؤلاء الظلمة من أمثال نظار ومن أمثال بوتفريقة ومن أمثال أويحيا وغيرهم فالشعب قادم والجبهة الإسلامية بقيادتها التاريخية وأكرهروا بقيادتها التي لم تبدل تبديلا إذا كان هم يختبئون وراء المادة كما ذكر الأخوة الثمان المادة اللي شات في خان المصار المادة الـ 41 أتقول لا محاسبة لكل من شارك في هذه المئساة الوطنية نعم لماذا تحاسبون وتمنعون عباس مدني وتمنعون الشيخ علي بالحاج من إنشاء حزب أو النشاط السياسي والنشاط والحق المدني هم ممنوعون لماذا تحاصرونهم لماذا تحاصرون أنشار جبل إسامين قاد لماذا تحاصرونهم سياسيا مدنيا ممنوعون من النشاط السياسي ممنوعون من التنشع ممنوعون من كل شيء حتى بعض العناصر أراد التأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب أخرى منعت بسبب انتماءها الجلسة من قاد حلال عليكم حرام علينا فسنتابعكم في الداخل والخارج شكرا شكرا أخي جمال أشكرك جزيلا شكرا جمال فقط لدي الكثير من المتصرين ينتظرون التدخل للإدلاء بدلوهم في مثل هذا الموضوع إذن كذلك أريد أن أتحفظ على بعض ما ورد في تدخلك إذن مشاهدنا الكرام خالد نزار غير ما مر يتهرب من الأجوبة عن هذه الأسئلة المطروحة والتي تتابعه في كل موضع تضعه أو تطأه قدمه فحتى أنه في المقبرة المحسر من قبل هؤلاء الشباب وقالوا له نحن نريد المعرفة قال فكان يقول لهم ليست لدي أي معلومات أخرى أريد أن أعطيها لكم يجب أن تبحثوا في ما كتبت أبحثوا في الكتب التي ألفتها لقد كتبت عن كل شيء هكذا كان يقول ولكن هم يمطرونه بمختلف الأسئلة ويقولون له من الذي تسبب في حدث أكتوبر لماذا جابهتم المتظاهرين السلميين الآمنين في الشوارع وأخرجتم لهم الدبابات وقتلتم أكثر من 200 جزائري ثم بعد ذلك يقول لماذا رميتم بخيرة بناء الجزائر في أوتون أو في الغياه بالسجون والمعتقلات في الصحارة في عين مقل وبرج عمر إدريس وغير ذلك لماذا اختفى هؤلاء أين ذهب أين هو مصيرهم فجوابه الوحيد هو ليس لدي ما أقوله اذهبوا إلى كتبي لقد كتبت عن كل شيء وتجدون فيها الكثير من المعلومات حتى أنه في مرة من المرات وهذا موجود في اليوتيوب أيضا أن عجوزا طيبة كانت تحاصر وتسأله نفس السؤال فالتفت إليها وقال لها ما بالك أنت أيها العجوز في كل مرة ألتقي بك تلاحقينني في كل مكان ليست لدي معلومات ولا علم لي بابنك أين ذهب ولا أعرف ما صيره إذن مشاهدنا الكرام دائما نحن في هذا الملف نفتح هذا الملف دائما ونسمع لمختلف الشهادات أحيي للكلمة الآن لأم أمين تفضل أم أمين أم أمين أم أمين أم أمين تفضل أم أم أمين صحر مضان خوية عتمان الله يسلمك وأنت أيضا أمين تحية الخالفة لكو التغم المغاربية شكرا تحية الخالفة للناس في المهجر شكرا وفيما يخص الملف ملف حساس باش نبدأ وحيا يا أخو يا العزيز وكان جاء خير خالد المبزار أهم أولوك ما هو نبدأ وبيه أكبر قتال في الجزائر هو اللي قتل قاع الشباب هو قاع اللي اختص ولاد الناس هو قاع ليس جن ولاد الناس هو اللي يتم ولاد الناس ورا هي رايحة بين الدنيا واليوم يبين وجهه ويزيد يروح في قناة الناحار وراهنا في الحلقة السابسة بس سؤالي متوجع اليوم مو دين قناة الناحار أهل تاراتي عرضتوا لكولونال الجنرار نزار لقناة الناحار وسؤال موجع قناة الصحفي عرضوا خالد نزار ولي عندهم الجلعة يعيطوا العليب الحاج يجيواجه يقعد معاه ويحضروا يخيران الجزائريين ما عندنا نخبو على بعضنا بعد الناس تعرف هذو ويعطوه يعرضوهم غير هما غير وش يساعدوهم لحظة القناة تحمهم منهم وإليهم واليوم خالد نزار يقول لك جي غيان في جي سيبا وكوران مو جيتو دي لون مي ليفر كاذكو الموذر إلا غيان دي إلا تول ماند هكتوف الحباس اليوم نزارهم عمرين كما يقول لك ما در سؤاله ورهم الرجال اللهم نزارهم في الحباس كيف سما يتركوهم مش لولادهم ورهم ولادنا كلاوهم بلعوهم وفيد من غير هاد الشي رفضوهم في وقت الكوفرسة لما جوغتي ديجا إذا ويتيكد ما في الليل كوفرسة شكو اللي يخرج في الكوفرسة يا أخو يا عكمال حتى وحل ما يخرج دوانا وليدي دوانا وزي دوانا وزي يا شب الجزائر السنة عشاني نحضر وفيد فالأخد وعام علي بلهم النس كامل تيك ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثة هذو غعل نس كتبو ونم قولي تاويدات أنا وليدي جوونتا من أفن جيه پا بزوان ديزان ديبنیتي جوين لا ریتی جوين لا ریبراسة إمیديات وسان كونسان دوانا وزي كامل تيك لِي بابا لِي ماما اللي دولو ما عندهم ميدي اللي منا يا خوية فيهم رحس ليهود هذو الفضلات افرنسا اللي همزالها تقتل فينا حبو يقتلنا كامل ملدو غل يحضر يكونوا معا ولا هي رايحة بينا واشي حسبه فعلا حكم لازم يتحاسب وماشي غير هو يتحاسبوا قاعد لهم كاينين كاين تال كوزا تال كوزا وما نعرف واحد ولازو جبالك وقال لك يحضر ويقول أنا ما عندي والو وما خليت وانو الولادي كيف شبكة الديتوم البورت الديتوم شكو اللي ارى فتحة شركة اه شركة ادوامان دولات فات مشي بفتحة الشينا اللي عماري هم يخدمون نفس عندها ولا هذو يخدموا عيناني ما يخافوا الله ما يخافوا احد واحد وغلسي تهدر يقول لك إرهابيين شكو اللي إرهابيين يقولوا لا إله اللي ارسول الله ولا إله إرهابيين هم لا نسموه نسموه ورومان مشي إرهابيين هم الإرهاب الكبار ويقولوا الخابر فش إرهابيين اللي لا تصقام يصلي إرهابي ليصلي إرهابي ويبعتوا غلام الله ويجي قرب الزكاة في الجراما مشي سرق عوال صحابه هذو هم بلد مسلمين هذو جزائرين يا عتمان خويا لازم يتحسبوهن ويرفدعوا لهم من داخل قام تغناصونا حتى بلد قبل عم اللي يكون معهم يكونوا معهم يكونوا معهم يكونوا معهم ورانا رايحين قتلونا أخويا مرضونا نخاصو الله تعالى وما عندناش فريزيدة ما عندناش رائيس وعلاش كنحنا النودون عينتوا يقولوا يا رايس مو تصديقات وعلاش خايش من الحقيقة هو سي تنبيون يحطوه يلدوه يحطوه يحوو سي عمرو في جيوبان المثل ما يخص مسيو قسمتيني qui prétend être هذك يروح يدافع المنافخين كما هو ومصراخين كما هو ليجيبوا شكارة احنا وش يدير بينا ما يقفش معانا جاء من يقف معانا اولا حقوق الإنسان ومن زمان ما نضربو حقوق الإنسان ومن زمان يردونا سينكش يردونا ودونا سينك جيلك الكورونا ومن ردونا هذي بلاد ويحضر قسمتيني يروح يدافع غني عندهم شكارة لا خطر هو يحب الدراهم هاو يجري يدير كما دار بارا رسا باش بعتوهم بصادق كاش بلاد ما شي حوث على حقوق الإنسان حقوق الإنسان يجيبوا الشام الشعب الكزارة يسمع لازم يخرج نصور رجالة هذو الولادنا مش كناب رجالك لما مش كناب حاشات هم الرجالة مخضونين مثلا هم في الصحة مخضونين واشي حوث وش عندنا واشي هبلونا هبلونا يقول يكون عندي اسماء حمود هتري عليهم او كسم بلله او اكسم بلله الحلقة تعملين للقاة للإسماء مر فسنى م hills ما يلقيهم لا تلقيتش مالك يتحرك يتحرك كامل كاي وخذلك هذا العقلي wake up واشن هذا ارهاب او مرهم جيدين او او ما غطلο الشعب الجزايري او او ما غطلو الشعب الجزايري يا滿ام ياols وزيد ياهدار وعند принципе وشب كي Fти يهدار ثقانة النهاري تماؤك جيل فاصرها حاسدت اشان بلكن على بالي شبيكو ها ها سمعتيني ها 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 هادك لها وصحفي ادي معاه يجيب صاح الصحفي هادك لها راي سمع فيا كان يسألوا ويحطهم لك هم دار معاش ابالله قدوا وريدك ازوج مئة حقدة وريدك قلعه هادا انا ما يقول لهش ما يقولوش ووش اخية المذينات وشها غداية باش ها كلامي سمعوا فيا قانة النهاري ويا ارجو يارجو أصحاب الجمهة الإسامة قد يخلوه هم إرهابيين أنا ما شتمش قتلوا أخيه لا فيش شتمقلوا لا إله 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 محمد رسول الله ورانا لا إله 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 محمد رسول الله دخل حبوا نولوا كفار هذه الحاجة ومح دخلها غبلونا ودقاب الواحد هاملي ماتوا راحوا ما ننقلش قتلوا أخيه الحمض قتلوا قلبي مردوني قتلوني قتلوني أتميخويا أنا وأمها تكارانا نبكو الشعب الجزالي الرجال أمثى تندلوهم لي يحضر يكونوا معا يرزدوا واش هذي الكاظينيات ديلي فيها العجب ونزيدوا نقول لا في الوقت يرزدوا لي دي يعني أن نحضروا الناس بورو بايت فنحفيا شكل ما يعرش منهم تينيني شكل ما يعرش منهم حبيب شكل ما يعرش منهم ميروت لي داروها ما دارها فرعونا داش وجاروهما قتلوا الناس قتلوا أموهما حيين يا أخويا العزيز يا أخويا العزيز ما يحلوا شيخ ما يحلوا طفل ما يحلوا حتى واحد وبعد يقول لك آه هذي معمون بلوغوز تعني هذي اللي يبعلي جو هني نبكي على أوليدين انت رخ تبكي على المادة انتوا ما ديتوا قاعد زاير وانتوا قاعد ما خليتوا حتى حاجة بسحرش يقول لك آه مزال وخايني رجع لك مجي بلا نصر بي مكاشر رجع لك وكاين نمسا وتحياتي نسل يسقوا عليها مزال كاين نمسا ورجعنا واقفين وبرب إن شاء الله الحق ليبان وحسب يالله نعمل واكل وإن شاء الله وين يكون يروح يشارع وليحشك هذو اللي منا تنتمى وشما نكون لك فاكل والسلام عليكم خياتنا وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله أم أمين مثل ما كنت أقول لأخ حسان فرحاتي ما ضع حق وراءه مطالب مشاهدنا الكرام أم أمين ليست بالصوت الجديد عنكم فهي أم أمين واحدة من أمهات الجزائريين المفقودين والمختطفين وهي تبكي فلذة كبيدها منذ زمان منذ التسعينات مضت حوالي عشرين سنة ولم يظهر على ابنها أو على ابناء الجزائري الذين فقدوا في تلك الفترة لم يظهر لهم لا آثر ولا خبر هي تطالب بحقها مثل باقي الجزائريين